سبب وفاة الشيخ محمود خليل القارئ اللي ناس كتير جدا تصدمت لما عرفت ان هو توفى للأسف يا جماعة الخبر ده فعلا حقيقي ومش كدب ومش شاعة الشيخ محمود خليل اللي قدام حضراتكم ده توفى النهاردة لدرجة كمان ان الشيخ مشاير الراشد العفاسي أنعاء على تويتر وكمان الشيخ عادل بن سالم الكلياني كمان أنعاء بورده على تويتر زي ما واضح قدام حضراتكم طب ايه السبب وايه تفاصيل الوفاة كل ده هنقوله النهاردة بإذن الله هنقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة ولكن قبل اي حاجة اتمنى تدعوله بالرحمة ولكن قبل ما نعرف اي حاجة عن تفاصيل الوفاة بس اذن حضراتكم نعرف برسة الاول مين هو الشيخ محمود خليل ده لان فاسكر جدا يعني بتقول ان ده محمود خليل حصري لا يا جماعة ده الشيخ محمود خليل ده من السعودية من المدينة المنورة تعالوا نشوف مين هو بالتفصيل ونعرف عنه كل حاجة من يوم ما تولد لحد النهاردة الشيخ محمود اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة اسمه بالكامل الشيخ محمود خليل عبد الرحمن الكاري الكانيا بتاعته او اللقب بتاعه المشهور به ابو ابراهيم ما كان ميلاده يعني من اول ما تولد وكده في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اخواتنا طبعا في السعودية اللي قام بتاعته برضو في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية قعدت له عمره في السعودية في المدينة المنورة تاريخ الولادة بتاعه اتولد سنة 1975 طب عنده كم سنة العمر بتاعه يبقى 47 سنة الديانة بتاعته طبعا يعتنق الديانة الاسلامية رجل وشيخ اسلامي مسلم المذهب بتاعه يعتنق اهل السنة والجماعة المهنة بتاعته جماعة يبقى امام المسجد النبوي المكلف المدرسة بتاعته اللي كان فيها الاول الجماعات الاسلامية في المدينة المنورة حاجات تانية طبعا هنقولها دلوقتي ولكن اتمنى منكم اللي مدعاش لي بالرحمة يدعيله بالرحمة ضروري معها لغات غير اللغات اللي هي الاسلامية او العربية معها طبعا اللغة الانجليزية ومعها كمان اللهجة السعودية الشريفة اللي دايما بيتكلم بيات العمر يعني انه رجل سعودي مش مصر عشان في ناس كتير جدا هتقول ده اللي مادة مصري لا اللي مادة يا جماعة سعودي الله يرحمه رببي على المسواة الجنة السنوات بتاعته اللي فضل الشغال يعني موجود بيها من اول الف طبعا تسعمائة واحد تسعين لحد يومنا هذا الفين اتنين وعشرين بقاله فترة كبيرة طبعا شغال طيب تعالوا ما نخش على انجازات الشيخ محمود خليل الكوري ايه اللي قدمه مثلا لينا او ايه انجازات اللي عملها لينا اول حاجة حافظوا القرآن الكريم في العشرة من امره يعني هو عند عشر سنين وحصل على شهاد تحفظ القرآن من الجامعية الخيرية اللي موجودة في السعودية بعد كده حصل على ادارة القرآت السابعة حتى من أصام الناس يعني من الاسلاميين ماي القرآت السابعة ده مهمة جدا في السنة وفي الفقه والكلام ده كله هذا مهمة جدا في الاسلام عموما عشان بعد ان تختم القرآن تختم بقى القرآت السابعة بدأ تدريس القرآت في الرابعة عشرة من عمره بدأ يدي الناس في الرابعة عشر عرب ع Swift مالتصف يجيب حد ويدرس له كده في الكتاب اشتغل في تعليم القرآن الكريم معلومه والقرآت طبعا في الربيع عشر من عامه اعد وقدم برنامج في زلال القرآن عمل برنامج اسمه في زلال القرآن طبعا البرنامج ده يا جماعة ناس كدير جدا كانت متابعها وكانت وحفا طبعا اهم المصليين في مسجد الكبلتين في الصلاة الترويح كان يعني امام المصليين في مسجد الكبلتين كلنا يعرفين طبعا مسجد الكبلتين اللي هو شبه لمسجد الاقصى في صلاة الترويح كان يقف في صلاة الترويح في المسجد ده يبقى الامام والناس يصلي وراه اهما المسلمون برده في جامع الشيخ فاطمة في الكويت طبعا جامع الشيخ فاطمة في الكويت ده من اهم المساجد اللي اتبنت في الكويت دولة الكويت حرفيا فاطمة زوجة الرسول صلى عليه وسلم الشيخ محمود خليل القارئ كان يعني مؤم في مسجد ده كان امام في المسجد ده طبعا ام المسجد ده لشهر رمضان الكريم كله لمدة اربع سنوات متواصلة اربع سنوات يا جماعة متواصلة حرفيا الشيخ كان موجود امام للمسجد ده طيب ايه تفاصيل بقى الخبر وايه سبب الخبر سبب الخبر يا جماعة او سبب وفاته ان هو كان متعرض لوعقة صحية كبيرة او الفترة الاخيرة دي بجد كان يعني عنده وعقة صحية يعني شديدة كلنا عارفين ان الناس الكبيرة يعني بتعبوا وبيجيلهم يعني تعب الفترة الاخيرة قبل ما وفاتهم والشيخ فعلا كان تعبان من درجة ان هو اتنقل للعنام المركزة في الايام الاخيرة بتاعته لمدة اربعة ايام في غرفة العنام المركزة حتى اليوم النهاردة اليوم السبت وتوفى السبت النهاردة يعني الساعة 8 الصبح بتاريخ طبعا خمسة وعشرين يونيو الفين اتنين وعشرين اه فالله ارحمه ادعو الله يا جماعة بالرحمة اه والسلوان وان ربنا يخفره اللي ادخلو الجنة الشيخ اه محمود خليل القارئ النهاردة اه توفى والشرع السعودي حرفيا حزن جدا بشكل كبير اه سلامنا الاهل السعودية الكرام اخواتنا وحبابنا والنهاردة بازن الله هتكون صلاة الجنازة اه يعني بعد صورات المغرب عطول في المسجد النبوي في المدينة المنورة دي صورات الجنازة بتاع طول هتكون النهاردة بازن الله في السعودية بعد صورات المغرب في المسجد النبوي في المدينة المنورة طبعا كل السعودية انا متأكد هتكون موجودة هناك اللي فاضي واللي مش فاضي واللي مجد يعني كل الناس اللي موجودة هناك بيرحموه ويجع المسوى الجنة اه كان من اهم المشايخ الموجودين عندنا في الاسلام وفي دورة السعودية الكريمة بجد نتمنى يا جبه子 أن بجد الشيخ ده الإمام الكريم بتاعنا بتاع الأمة الإسلامية كلها مش بتاع دولة واحدة بس يعني مش بتاع دولة السعودية عشان هنم مورود في دولة السعودية لا ده بتاع الأمة الإسلامية كلها أي حد مسلم ده يبقى الشيخ بتاعه بجد نتمنى النهارده من السعودية أن هي تعمله أحلى وأقوى عزة احنا بنشوف الوزراء والسفراء والرؤساء لما بيتوفوا بتعمل لهم عزة خيالي عزة كبير جدا احنا مش بنتكلم على فكرة في بزخ خالص ولا بنتكلم في صرف بس بنتكلم في ايمة ووكار ووجاه ويعني بنتكلم مجد في شيخ جليل احنا عايزين نعمل عزة مشرف للشيخ بتاعنا كلنا اكيدا هنروح النهاردة نصلي في المسجد النبو الشريف ويعني بجدا نكون كلنا مدايقين جدا ودي هتكون يعني اخر اللقاء ما بينه وبينه ولكن هي الاسف دي سنة الحياة ان احنا بنوضع الناس الجميلة والناس الكويسة الناس اللي كانت دايما بتحاول تنشر الخير في الامة الاسلامية اسف لو طولت على حضرتكم بس والله والله انا حبيت جدا ان انا انقلوكم كل حاجة ان انا عارف قدي انتوا بتحبوا الشيخ ده وعارف قدي انتوا هتزعلوا ان الشيخ ده توفى بكرارة لحضراتكم من تاني اتمنى منكم تدعوه بالرحمة واتمنى منكم بجد 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 يعني في التعليقات تحت تذكروا اي حاجة هو كان بيعملها